صباح الخير سيادة الرئيس صباح الخير السيدة الحضور وصباح الخير أهالي أبطلنا اسمحولي أقدم لكم استني يا عبر أنا أقدمك لا أقولك أنا كنت مزيع شغل المزيعين ده اللي بيقفلوا على بعض أنا عارفه كويس أنا عارفة يا عبر بس أنا عايزة أقدمك مش عبر يوسف الفنان عايزة أقدمك عبر يوسف سفري للاتحاد المصري الرياضي للأعاقات الذهنية من 2014 لحد دلوقتي بشكرك رحمة جدا وده شرف كبير ليا جدا وأنا يمكن من 2014 يا فندم وأنا مع أولادنا دول بشكل رسمي ومن قبل كده بشكل غير رسمي وشايف بعناي وبأكد المجهود الكبير اللي حضرتك عملته واللي خلى أولادنا دول حاسين بفرق كبير في الشارع وفي المجتمع مظبوط الكلام ده؟ مظبوط طبعا طيب أنا بقى مش هطول وعايزك أنت اللي تحكي لي حكايتك صباح الخير في قمة الرئيس صباح الخير لكل سيدة الحضور أنا عالدي ستة وعشرين سنة وإعلامية في التليفزيون لما طولدت من ستة وعشرين سنة الدكتورة اللي مامة بلتك مش هتعيش وملهاش مكان قطع لسانه الدكتور ده زي قول كده زي الأمر وكمال للمدرسة رفض أني أدخل يرديكم كده؟ ده بفيش مدرسة في مصر ما تتمناش أن أنت تبقي خريجة منها ده أنت بطلة رياضية وموزيعة وإعلامية كبيرة صح ولا إيه؟ هم اللي خسرانين على فكرة وإيه كمان أخبار اللي والنادي كمان مكاشرين يا فريق وقالوا ما ينفاش لعب رياضة فعش تلعب رياضة وأنا سفير أوانطة ولا إيه؟ إزاي ما تلعبيش رياضة؟ ده أولادنا كلهم مسافرين السنة الجاية تلاتة وعشرين هيشاركوا في فرنسا في الأولمبياد مظبوط أنت مسافرة ولا لا؟ على فكرة يا عمر أنا مسافرة فرنسا مع منتخب التلس الطالة أنا من ستة وعشرين سنة مع كل الصعبات اللي أهلي شافوها مقدش هبقى رحمة غالد الموزيعة إلا لما رأي أسجه وبقال إليه مكان في الجمهورية الجديدة مش أي مكان انتوا ليكم مكان مهم وقوي ومؤثر ومش إحنا اللي بنساعدكو بس انتوا كمان بتساعدونا مظبوط؟ مظبوط ومش بسك وكمان مش بيشاركو بس كمان يا عمر ده كمان بيقدارو يساعدو وكمان ينجحو وعلى فكرة إحنا معاكم في أي حاجة صح إنتوا معانا في أي حاجة وفي ظهرنا إحنا في ظهركو وإنتوا في ظهرنا سيادة الرئيس أنا حقيقي عايز أشكر حضرتك على المجهود الكبير اللي انت عملته مع أولادنا قادرون باختلاف وجود حضرتك ودعمك قدوة قدوة لكل الناس وزيان بقول لحضرتك في الشارع التعامل معاهم بقى مختلف تماما والأهالي أكيد تشهد على الموضوع ده نظرتنا وفهمنا لأولادنا دول بقى مختلف أنا حقيقي باشكر حضرتك جدا عايز تقولي حاجة؟ أكيد طبعا ده الرئيس ده حبيبني بقول لحضرتك فعلا شكرا لرئيس وشكرا لما تكفيش شهر ديسمبر شهر قادرون باختلاف بيأكد اللي بقى لنا مكان وجودك معانا بيدينا حقوقنا وبيأكد مكاننا في الجمهورية الجديدة وإن شاء الله السنة جاية كلنا مستنقينك يا رئيس وبنحبك شكرا يا رئيس يا رحمة أنت بقيتم زيعة جبارة جدا لده حاجة ده يعني ما شاء الله عليك إيه ده كل ده إيه رئيس جميل جدا والله يا رئيس أهلا بنحبك وفعلا اليوم ده أهلا من السنة من سنة للسنة وفعلا حضرتك بتشرفنا في حفلتنا قادرون باختلاف ودائما هل يبقى مبسوطين وحضرتك معنا بقولك يا مناب يا رحمة ممكن أقول للرئيس قلت لي إيه وإحنا في الكواليس قالت لي يا رئيس بالحرف قالت لي إحنا كنا مش عارفين معادل حفلة فالمفروض إن كانوا مسافرين تزور أخوها فلما عرفوا معادل حفلة لغوا التذاكر قالت لي إيه جوا قالت لي يعني الرئيس يجيلي وأنا ما جيلوش لا لا ده ناجي يا رحمة صح ده حقيقي ده حقيقي يا رئيس وعايز أقولك على كلمة غيالة جدا فعلا إحنا المصريين حظنا كويس إن بقالين يا رئيس رئيس إنسانزيا حضرتك شكرا جزيز شكرا جدا شكرا لكم جميعا